فاكر ماتش ريال مدريد والنادي الأهلي اللي هو بتاع الاحتفال بالنادي القرن سيدة 2001 احكينا على هو ريال مدريد الأهلي خلاص اعتقد تم الاتفاق مع ريال مدريد عشان يلعبه المباراة وريال مدريد كان طالب حكام أجانب وبعدين بعتولهم النادي الأهلي قالوا ده احنا عندنا هيحكم حكام مصري يعني طب مين فقالوا لهم حكم جمال الغندور فالناس وفقوا ودي حاجة كويسة أنا بعتز بيها يعني انهم موافقوا انه يبقى حكام مصري عشان أنا موجود والمباراة طبعا زي ما انتو شفتها كانت المصطفى وفكرها نادي أهلي عام المباراة كبيرة قوي فريل ريال مدريد لعب عشان يكسب في موقف بس هو ونلسى أولك ايه الموقف اللي حصب المباراة دي كان عادل مصطفى كان لسه صغير عادل مصطفى كان لسه صغير ونزل عادل مصطفى موجود معنا هنا في السوديو التحليلي اللي خلطت النادي الآن عادل لعب جميل فعادل مصطفى نزل فمرة والتانية زيدان كل يمسكوا الكورة عادل مصطفى كان بيخش عليه جامد شوية كان بيلعب عليه ففي لعبة كده زيدان رح سايب له الكورة ووقف وبعدين ايه فزيدان بيشاور لي عليه يعني فطولوا يا هادي يا هادي كلموا وقلوا يهدى شوية نزل جاي تلعب كورة خلي يهدى شوية عادل اهدى شوية الراجل جاي يلعب كورة انت بتراعي كمان اللعبين ده نجم كبير اما تشودي وكده وبعدين انت دخلت عليه جامد مرة في التانية فزيدان رح سايب الكورة ورجع لورا لو لقطة دي موجودة جميلة يعني بعد حاول شوفوها بعد الاهل ما سجل الهدف كان صنداي صندي اللي هو سجل الهدف الوحيد وانت في الملعب وانت حسس بايه بأمانة هل فرحان ولا انت مباكس انا حاولك بصراحة انا كنت مش فرحان بس كنت ايه اتعرف ان لما الكورة المصرية بتتفوق التحكيم بيرتفع مستوى اكيد اكيد ما تعطفتش في وقت ملوقات مع النقمة انا ما بعرفش اتعاطف اه انما فرحان من جواك انما مباراة كده هو الطبيعي انه ريال مدريد بيلعب مع النادي الاهلي ريال مدريد اسم كبير جدا نادي الاهلي اسم كبير في مصر ده كان بطل اوروبا كمان بنلعب في مصر فحتى لو ريال مدريد سجل وكسب المباراة شيء طبيعي وده ما يقللش انما لما النادي الاهلي جاب الجول فالمباراة بقى حتحلوة اه اه انا بحب المباراة تتصعب بحب المباراة تتحلوة تبقى صعبة يبقى فيه ندني هنا كمان ببان شخصية الحكم في الملعب اكيد طبعا اشتركوا في القناة